سالمون رايس بول أو اللي هي زبدية السالمون مع الرز مع الخضار واحدة من ألز وصفات السالمون اللي ممكن تجربوها طريقة تحضيرها كتير بسيطة وسهلة وأهم شيء كتير سريعة تابعوا معي الفيديو خطوة بخطوة نحضرها مع بعض من قناتي رانا خطاب وكمان ما تنسوا اللايك والشير إذا كنتوا عم تشوفوا القناة لأول مرة بالبداية عندي هون لحتى أوفر على حال الوقت رح أبدأ بنقع الرز عندي هون كوب واحد من الرز الحبة القصيرة رح أنقعوا بمية بدرجة حرارة الغرفة لمدة نص ساعة بهذا الوقت بدي أحضر للسالمون عندي هون إطعتين فلي من السالمون عليهم الجلد فأنا حابة أشيله بهاي الوصفة طبعا ممكن تخلو حسب رغبتكم بدكم تحسبوا تقريبا لكل شخص إطعة وحدة من الفلي بعد ما شلت الجلد عنهم رح أقطعهم لكيوبس أو لمكعبات بس تكون نوعا ما حجمها كبير لأنه السالمون بيكش شوي وبيصغر حجمه بعد الطبخ بعدين رح أشطفهم شطفة سريعة بالماء وشوية من الخل وأحطهم على مصفاية وأحضر لباقي الخطوات هلأ بدي أحضر لسوس الترياكي عندي هون سويا سوس تقريبا 100 ملي وكمان 100 مل من العسل تقريبا 100 مل بيطلعوا أقل من نص الكوب بشوي السويا سوس عندي هون ملحة قليل انتبهوا لهاي الخطوة لأنه عشان ما تطلع معاكم الوصفة مالحة بزيادة بعدين نزلت قطاع السالمون وهلأ هون عندي معلقة صغيرة من الزنجبيل الفرش المبلوش وعندي هون سنين توم كبار حجمهم كبير كمان رح أهرسهم نعم بالإضافة لمعلقة صغيرة من البصل البودرة وإضافة كمان اختياري بس تعطي تويست كتير حلو للوصفة اللي هي ربع معلقة صغيرة من التشيلي فليكس بس طبعا ممكن ضيفوها أو لا حسب رغبتكم رح أقلب هاي الخلطة كلها مع بعض كتير منيح تقريبا ضايل عندي عشر دقايق لحتى تخلص مدة نقع الرز فبهذا الوقت رح أترك السالمون منقوع بهاي الخلطة بالتلاجة لوقت ما يصير عندي الرز جاهز هلأ عندي خلصت مدة نقع الرز فغسلته كتير منيح وصفيته من ميته وبعدين بطنجر على النار بحط مكعب كبير من الزبدة وبنزل عليه الرز ممكن بهاي الوصفة تستخدموا رز الحب القصيرة أو رز اليسمين بقلب الرز تقريبا مدة دقيقتين مع الزبدة وبعدين بضيف أقل من نصف معلقة صغيرة من الملح ما بدنا نكتر ملح عشان طعم الرز ما يطغى على طعم سوس الترياكي بعدين رح أضيف المي الساخنة وأخلي الرز عندي على نار عالية وبس يبلي شغلي بهذا الشكل رح نتركه لحتى تبلش يصير عنا مثل ثقوب على وجه الرز وتحسوا أنه شوي مستوى الميقل فمنغطي الطنجرة وبننقلها على أصغر عين عنا على الغاز وعلى نار هادية لمدة عشر دقائق هلأ بدي أطبخ السالمون عندي اللاية تكون وسيعة نوعا ما رح أحط أنزل السالمون مع السوس اللي نقعته فيه طبعا على نار عالية وننتبه كتير منيح أنه قطع السالمون ما تكون فوق بعضها نحاول نلاقي أنه مسافة لإلها كلها رح أترك السالمون على نار عالية على أول جهة لمدة ثلاث دقائق وبعد ما يمر الوقت رح أبلش أقلب قطع السالمون بهذا الشكل كلها كل الكمية وأتركها على الجهة الثانية بعد ما أقلبها كلها كمان لمدة دقيقتين الرز عندي هيك مرق عليه عشر دقائق رح أفتح عليه الغطاء وأقلبه قلبي واحدة هيك من كل جهة من تحت لفوق بعدين بطفي عليه النار وبرجع بغطي خليه تهدى شوي لوقت ما أجهز السالمون السالمون هيك مرق عليه دقيقتين على الجهة الثانية رح أطفي عليه النار وأتركه بالقلاية وأجهز هلأ لتقديم الطبق تقدروا تقدموا الوصفة بهذا الشكل تحطوها بزبدية بحط كمية من الرز حسب الحاجة وبنحاول نشكلها بهذا الشكل وبعدين على الجهة منحط كمية من قطع السالمون وعلى الجهة الثانية تقدروا تحطوا أي خضار أنتوا حابين أنا هنا حطيت شوي من الأفوكادو ممكن تحطوا خيار ممكن تحطوا ملفوف حسب شو بتحبوا وشو متوفر عندكم وبالنسبة للزينة زينتها بشوي من البصل الأخضر وكمان السمسم الأبيض لمحمص ومع تنسوا قبل التقديم مباشرة تضيفوا شوي من سوس الترياكي اللي بيضل عندنا بالقلاي وبهيك رح تكون جهزت معانا لز وصفة ممكن تاكلوها للسالمون رح تحبوها كتير رح تعملوها كتير وإن شاء الله رح تعتمدوها وبهيك وصفتي لليوم صارت جهزة بتمنى أن تجربوها على طريقتي وإن شاء الله رح تعجبكم كتير وإذا حبيتوا فيديو اليوم ما تنسوا تعملولي لايك وسبسكرايب ونلتق إن شاء الله بفيديو جديد باي باي